احتفالا بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفستات فعاليات تراثية للزوار وذلك بتخفيض 50% للتذاكر وتستمر الفعاليات حتى 30 من الشهر الجاري بحضرة الحضارة المصرية العريقة من عصور ما قبل التاريخ وحتى يومنا هذا تتجلى هنا بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفستات حكايات وأسرار تكشف من خلال فعاليات تراثية تقامل الزوار بتخفيض 50% للتذاكر احتفاءا بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات وذلك خلال الفترة من الرابع والعشرين وحتى 30 من سبتمبر الجاري المتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة بينظم عدد كبير من الفعاليات التي تستمر خلال فترة الاحتفال اللي بتستمر حوالي سبعة أيام على الأقل هذه الفعاليات بتتضمن عندنا أول شيء عرض لنموذج نسخة طبق الأصل وهو النموذج الفريد لحية الرشيد الموجود بالمتحف البريطاني احنا بنعرضه لأول مرة هنا في مصر علشان جمهور الزوار يتعرف على شكل حية الرشيد وتاريخه ومعلومات كتير عنه الشيء الثاني اللي بينظمه المتحف هنا أيضا أن احنا بنعرض لأول مرة الطبعة الأولى من كتاب وصف مصر دي حاجة حلوة جدا أن احنا ستات كتير أنا بشتغل أنا مهندسة ديكور بس ما عنديش وقت أعمل الحاجات دي فلما بخش على الصفحة بعرف الورش باجي أحضر بتفدني أنا عندي وقت بعض الضغر بحاول أنا أجدد من نفسي فعليات وأنشطة تراثية وثقافية وتعليمية تنوعت ما بين اكتشف حجر رشيد التي يعرض المتحف بها لأول مرة نسخة طبق الأصل من الحجر لتعريف الزائرين بقصة اكتشافه وقيمته الأثرية بفك رموزه عام 1822 إضافة إلى نقوش على جدران الزمن وكتاب وصف مصر وكذلك عدد كبير من ورش عمل يدوية ومحاضرات عن الحياة المصرية القديمة على مر التاريخ على مدار خمسة أيام عندنا ورش على عادة التدوير على مدار أربعة أيام للمرحلة العمرية من 8 إلى 14 سنة عندنا ورش لكبار زي الخارس زي مبادئ وأساسات الهيرغولفية والجهة تقامل نهارده إن شاء الله وعندنا كمان ورشة الطباعة للنسيك دي مجموعة الورش اللي بينافسها القسم التعليمي بالمتحف إحنا تعلمنا إزاي نعم نربط الفن بالمتاحف والحضارة وبالتالي عملنا مستنسخات عمرور 200 سنة على علم المصريات أفكر موز حجر رشيد وعملنا المستنسخات اللي هي بتضم العلوم بتاعت المصر القديم أنا معجبة جدا بالدزاين بتاع المتحف إن كمان بالذات قاعة المميوات التسلسل اللي هو الأجداد الأسرة ماشية تسلسل الجد وبعدين الحفيد وبعدين الأبن حتى بتعرفي كل ملك منهم تاريخه إنجازاته إيه؟ أنا عرفت برضو أن في تخفيضات تتعاملتها المتحف يعني إن الشباب اللي في الكليات تخفيض من 30 إلى 15 دي دي حاجة حلوة في نفس الوقت عرفت إن الناس الكبيرة تخفيض من 60 إلى 30 فده أفر حلوة للناس في نفس الوقت أنا جيت عشان نتعرف على حضارة بتاعتنا حاجة أنا مش عايفة أتعلمها وفي نفس الوقت إن مميوات يعني ملاش أو من آخر وفيها ناس كتير ونتعرف نتعلم برضو وقت حدث فارق في تاريخ الحضارة المصرية بمثل هذا اليوم 200 عام على فك رموز الكتابة القديمة بحجر رشيد مناسبة أتاح المتحف القومي للحضارة المصرية من خلالها الفرصة للزائرين المصريين والأجانب الاقتراب أكثر من تفاصيل الحضارة المصرية العريقة انطلاقا من دور المتحف كمؤسسة تثقيفية ومنارة لإحياء التراث المصري والحفاظ عليه سالي سالم التلفزيون المصري